كشفت شركة هونر وبشكل رسمي عن سلسلة هواتف هونر 90 وهونر 90 لايت وهما من فئة الهواتف المتوسطة الاقتصادية هونر 90 يتميز بمعالج سناب دراجون وبكاميرا بدقة 200 ميجا بيكسل وبشاشة اومليد وبساعات تخزين تصل الى 512 جيجا بايت وبرام يصل الى 12 جيجا بايت وبطارية بسعة 5000 ميلي امبير اما هونر 90 لايت فيقدم شاشة بسرعة 90 هيرتز وبمعالج ميديا تيك وكاميرا بدقة 100 ميجا بيكسل وبطارية بسعة 4500 ميلي امبير وبساعات تخزين تصل الى 256 جيجا بايترام فقط 8 جيجا وكل الجهازين سيكون متوفر بعدة الوان هونر من فترة قاعد حاول تستهدف الاسواق الخليجية بشكل جدا كبير خاصة مع خروج هواوي من السوق الخليجي ومعاناة هواوي من المنع من قبل شركة جوجل لذلك هونر قاعد تحاول تقدم هواتف مختلفة وتنافس بقية الشركات قاعد نشوف هونر تقدم هواتف عالية الجودة وبسعر جدا عالي واحيانا هواتف من فئة المتوسطة والاقتصادية قاعد أيضا هونر قاعد تحاولها تقدم وتدخل الى اسواق جديدة مثل اجهزة اللابتوب وممكن نشوفها مستقبلا تقدم أجهزة منزلية لذلك هونر الآن قاعد تتوسع في الهواتف الذكية بشكل كبير ومستقبلا ممكن نشوف منتجات مختلفة ممكن نستخدمها في منازلنا أعلنت سامسونج بشكل رسمي عن مجموعة من الأجهزة لعل أبرزها هاتفيها القابلان للطيل جالكسي زي فولد الجيل الخامس والذي يحمل تحسينات بسيطة مقارنة بالجيل السابق لعل أبرزها الوزن والسماكة أصبحت أخف وأقل سماكة من الجيل الرابع وأصبح هناك مكان أفضل للقلم الذي بدوره سيكون هناك تحديثات وإضافات لخصائص القلم الجهاز أيضا يملك العتاد الجديد والواجهة الجديدة على نظام الأندرويد كما أن هناك تطويرات ملحوظة على الكاميرات لجعلها بجودة أفضل للصور والفيديوهات الشاشة الخارجية والشاشة الداخلية ستكون بدقة أفضل لتقنية سامسونج الدايناميك أومليد ولما الجالكسي الزي فليب فايف فهو الذي حصل على تغييرات ملحوظة من ضمنها أن الجهاز الآن يملك وأخيرا شاشة خارجية هي الأكبر في تاريخ هذه السلسلة ولو يمكنك الاستفادة منها والاعتماد عليها من دون الحاجة إلى فتح الجهاز لرؤية الشاشة الداخلية بمعنى آخر يمكنك تلقي المكالمات وصفح الواجهة والإنترنت والرد على الرسائل وتخصيص الشاشة الخارجية بالطريقة التي تريدها من ثيمات وغيرها وأيضا حصل الفليب على تحديثات فيما يخص الكاميرات والعتاد سناب دراجون الثامن الجيل الثاني سامسونج لم تكتفي بهذا الإعلان حيث أيضا قدمت الشركة الجيل السادس من ساعتها الجالكسي حيث تعمل على معالجات الإيكونوس بذاكرة عشوائية 2 جيجابايت وبساعة تخزينية 16 جيجا وستكون هذه الساعات بمقاسات 40 و44 و43 و47 حسب النسخة التي ستكون عبارة عن نسختين كلاسيك والنسخة العادية ونعم سيكون هناك نسخة بشريحة ونسخة بدون شريحة لهذه الساعات أخيرا وليس آخرا الشركة قدمت أيضا أجهزة لوحية جديدة تعرف بالاسم الـ S9 ومكونة من ثلاث أجهزة وهي الـ S9 والـ S9 Plus والـ S9 Altera هذه الأجهزة ستكون بمقاسات متعددة ومواصفات عالية مثلا سناب دراجون 8 الجيل الثاني بشاشات أومليد وأعلى مقاس للشاشة يصل إلى 14 إنش وهي نسخة الإلتراء وكل هذه الأجهزة ستكون بنسخة الـ Wireless فقط أما نسخة الشريحة ونعم سيكون هناك عدد من الإكسسوارات التي تمكنك من تحويلها إلى حاسوب مع دعم للقلم لك أن تعرف أن سامسونج في هذا المؤتمر حاولت تقدم شغلات أكثر للمستخدمين نقدر نقول أن الجالكسي تاب الجديدة التي تكلمت عنها الشركة تحاول تنافس في أجهزة الآيباد برو والآيباد إير لأنها قدمت الكيبورد والفأرة للتحكم بالجهاز وسامسونج من فترة طويلة تحاول تقدم هذا الـ Concept للمستخدمين لازم نشوف أكثر في الأيام القادمة واش رح تقدم سامسونج للمستخدمين خاصة أنها قاعدت تطور بشكل جدا كبير في الأجهزة القابلة للطيف في سوق شديد التنافسية كان لابد أن يظهر منتج نافس نظارة أبل فيجن برو وسامسونج هي المنافس سامسونج تعمل على تطوير نظارتها للواقع المختلط قبل إطلاق أبل نظارتها لكن بحسب المصادر فقد قررت سامسونج تأجيل إصدار نظارتها إلى العام القادم لعادة النظر حول التصميم والموصفات وأيضا خصائص نظام التشغيل طبعا المنافسة في هذا المجال كانت شوي محدودة ما بين شركات معينة كانت ميتة هي المسيطرة بشكل جدا كبير على مجال النظارات الواقع الافتراضي والواقع المعزز لكن مع دخول أبل لهذا المجال بدأت تتحمس شركات كثيرة تدخل تتنافس فيه لذلك سامسونج تحاول تقدم بديل للمستخدمين وأرخص بكثير من سعر نظارة أبل اللي قاعد تعطينا المميزات اللي نحتاجها لكن للأسف بسعر عالي جدا طبعا متوقع أن جوجل أيضا تدخل هذا المجال السنة القادمة لذلك السنة القادمة رح تكون سنة النظارات القابلة للارتداء بشكل رسمي لأن سامسونج رح تكون موجودة جوجل رح تكون موجودة هواوي قد تكون موجودة لأن هواوي دائما تسعى أنها تكون متواجدة بشكل جدا كبير طبعا المتفوقة حاليا في هذا المجال هي شركة ميتا وشركة مايكروسوفت لأنهم قدموا أجهزتهم قبل عدة سنوات واستغلوا السنوات الماضية في تطوير هذه الأجهزة طبعا متوقع أن النظارات القابلة للارتداء في البداية رح تكون للاستخدام للشركات حصرا لأن النظارات في البداية رح تستخدم استخدام عملي مثلا للتدريب أو لغيرها يعني الآن شركة تدريب تستخدم النظارات لتدريب الفنيين على صيانة الطائرات على سبيل المثال أو بعض المستشفيات التي تستخدم النظارات في العلاج قبل العمليات وغيرها لذلك النظارات هذه في البداية ممكن لا نرى المستخدمين يستخدمونها بنطاق واسع خاصة مع ارتفاع سعرها بشكل جدا كبير لكن مع نزول أصدارات أرخص بالثمن وقابلة أن المستخدمين يستخدمونها بشكل جدا كبير ممكن نشوفها نستخدمها في المنازل وممكن حتى نستغني عن التلفزيونات في البيت ونعتمد على النظارات تطوير الذكاء الأصطناعي يهدف إلى تصميم البرامج والأنظمة التي تتعلم من البيانات المتاحة لها وتتخذ القرارات ذاتيا بشكل مشابه للبشر يتضمن الذكاء الأصطناعي العديد من التقنيات وأساليب التعليم مثل التعلم العميق والتعلم الآلي وشبكات العصبية يمكن للذكاء الأصطناعي في المؤسسات والشركات من تحليل البيانات الضخمة بشكل أسرع ودق وتطوير التطبيقات وخدمات جديدة ومبتكرة في المستقبل يمكن أن يؤثر الذكاء الأصطناعي على مختلف جوانب الحياة البشرية بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وحتى الترفيه ومع ذلك تثير التقنية العديد من التحديات والمخاوف حول أخلاقيات الاستخدام والخصوصية وتأثير الذكاء الأصطناعي على سوق العمل والتوظيف في النهاية يمكن القول أن الذكاء الأصطناعي يمثل ثورة في مجال الحوسبة ويتيح إمكانية التقدم في تطوير التطبيقات والخدمات الذكية ومع ذلك يحتاج المجتمع إلى تطوير إطار أخلاقي وقانوني مناسب لضمان استخدام الذكاء الأصطناعي بشكل آمن وفعال في المستقبل من نواع محركات الذكاء الأصطناعي المحركات الذاتية التعلم وتضمن استخدام التقنيات المرتبطة بالذكاء الأصطناعي لتطوير نماذج وأنظمة يمكنها التعلم من البيانات وتحسين الأداء بشكل تلقائي المعالجات اللغوية ومحركات تستخدم التقنيات المرتبطة بالذكاء الأصطناعي لتحليل وتفسير النصوص والكلام البشري بطريقة طبيعية ويمكن استخدامها في الترجمة الآلية والتفاعل اللغوي الإنساني مثل شات جي بي تي والتعلم العميق يتضمن هذا المجال استخدام الشبكات العصبية المعقدة للتعلم من البيانات وتحسين الأداء في مجالات مثل الصور والصوت والنصوص أما عن مجالات استخدام الذكاء الأصطناعي فيمكن الحديث عن الروبوتات الذكية حيث يعتمد المطورون على تقنيات المرتبطة بالذكاء الأصطناعي لتصميم وتطوير روبوتات الذكية التي يمكنها القيام بالمهام الروتينية بشكل آلي دون تدخل بشري تحليل البيانات ويتضمن هذا المجال استخدام الذكاء الأصطناعي لتحليل البيانات الضخمة واستخراج المعلومات والأنماط المفيدة منها النقل التعمل شركات عدة على دمج تقنيات الذكاء الأصطناعي مع تقنيات السيارات ذاتية القيادة بهدف رفع مستوى الأمان على الطرق نقدم لكم في هذه الفقرة بعض النصائح والحلول لمشكلات قد تواجهكم خلال حياتكم اليومية في حال فكرت بكتابة محتوى تسجيل صوتي لا تحتاج سراء إلى برامج احترافية أو معدات مكلفة يمكنك تحويل التسجيل الصوتي إلى نص باستخدام مايكروسوفت وورد كيف؟ قبل كل شيء تحتاج إلى حسافي مايكروسوفت 365 وجهاز متصب الإنترنت قم بفتح مستند جديد وانتقل إلى الهوم أو الشاشة الرئيسية واختار إشارة المايكروفون ومنها ترانسكريبت يمكنك الآن التحدث وتشغيل المقطع الصوتي وسيظهر النص على الشاشة هذه الخاصية متاحة على الماك أو الويندوز ويمكن أن تعمل هذه الخاصية على أغلب برامج مايكروسوفت أوفيس أيضا كيف يمكنك عرض فيديوهات لليوتيوب بدون أن يكون هناك فيديوهات مقترحة كلما في الأمر بعض الأحيان تريد أن يكون التركيز على مشاهدة الفيديو وليس رؤية فيديوهات الجانبية أو المقترحة وهذا الأمر مزعج وقد تكون بعض الفيديوهات المقترحة أو المعروضة غير مناسبة للعرض فكيف يمكنك ذلك؟ بكل بساطة اذهب إلى رابط الفيديو على اليوتيوب وضع الشرطة ما بعد حرف T في كلمة يوتيوب والآن يمكنك عرض الفيديو بشاشة كاملة من دون عرض الفيديوهات المقترحة تطبيق الملاحظات الآن على آيفون أصبح قوي جدا حيث يمكنك عمل إسكان المستندات ويمكنك إضافة الصور وغيرها ولكن من أهم المميزات المتاحة هي وضع قفل سري كل ما عليك فعله هو التالي الذهاب إلى تطبيق الملاحظات ومن ثم إلى أي ملاحظة ومن بعدها قم بالضغط المتواصل عليها سيظهر لك خيار الإغلاق الملاحظة برقم سري بشكل منفصل أو من خلال رمز قفل الهاتف